اشتركوا في القناة اليوم رأني منرفي ما تقدرواش تعرفوا كيفاه منرفي وسعيد في نفس الوقت منرفي لي أن هذا الخبيث هذا الصعلوك هذا المراهق السياسي ماكرون يعني أدلب صريحات قادرة اليوم ليس اليوم يدارها يوم 30 30 سبتمبر تحديدا في الإليزي وحين استقبل بعض أبناء وبنات الناس من الجيش الفرنسي يشاركوا في الحرب الجزائر وفي هذا اللقاء يعني يخلى الناس يفشوا قلبهم على كل حال ونعرف أن هذا الناس من حركة من أقدم سوداء من آخر عندهم يكون عداوة كبيرة للجزائر يخلىهم يفشوا قلبهم وفي هذه المناظرة مع هذا المراهق السياسي مع أكرون حتى هو فيش قلبه يبدو أنه كان عنده حق كبير على الجزائر وفيش قلبه قال أنه نظام الحكم السياسي العسكري في الجزائر والله بذلك الاستيوانة هذه دولة العسكر اللي يستعملوها في المروق قال لك يعيش على ريع الذاكرة يعني الفيفاتو طور جنغانت ميموائيل وش نقدر نقول لك يا ماكرون يبدو أنك غلط يعني مشي الشعب الجزائري اللي يرى هو عايش على ريع الذاكرة كان بعض الناس اللي تخافوا منهم وما تقدرواش حتى تذكروا اسمهم في فرنسا وهم اللي متحكمين فيكم هذوك اللي هم عايشين حقيقة على هذا على هذا الأسلوب أما الشعب الجزائري عمره ما كان عايش على ريع الذاكرة يعني وش دينا منكم يعني سلبتونا أموالنا يعني كي دخلتو يعني في الجزائر كان عندكم كان ديون يعني الجزائر كانت بيع لكم القمح كان أكثر لازم الجزائري يعرفوا أكثر من 500 مليار دولار ديون لما خلصتهاش الدولة الفرنسية قبل 1830 من 1830 حتى 1962 الثروات نهبتوها الذهب تعالى القصبة اللي سرقتوه يعني يعادل أكثر من 2000 مليار دولار هل جزائر نالت تعويضات بلا ما نحكي وعلى ثان الدم يعني أكثر من 10 مليون جزائري يعني لماتوا بأبشع الوسائل باتوا في محارق باتوا يعني نهبتو في المغارات ودرتوهم لغاز نهبتو محروقين كانت إبادة جماعية في الجزائر الجزائر درتو في الجزائر إبادة متعددة إبادة باشية إبادة تعافيا وإبادة دينية لفرندين احòng saying Vous les avez mis dans des grottes et vous les avez étouffés, vous avez brûlé vif les Algériens. Vous avez utilisé du napalm, vous avez utilisé des armes chimiques contre les Algériens pendant deux ans. Pendant 132 ans. La France a commis en Algérie des crimes contre l'humanité et vous-même, M. Macron, vous l'avez reconnu quand vous étiez en campagne électorale. Donc comment pouvez-vous dire que l'Algérie ou la classe أبدأات الرئِقية أو؟ يبدوا أقربنا يبدوا أقربنا ويبقوا هذا يحققوا في نظارة نسيح من أحباب نحن لدي أماني لا يستطيع الحساب لدينا أخذه لدينا تنسيح في فطريبا للخصوص سوть ذلك فهو مخرجة ماذا هي هذه الواقعة، هي حالة فقط هذه الواقعة، ايها هذا الطفل ماكرو وتكلم على تحريف التاريخ وقال أن الشعب الجزائري عمره ما كان قبل ما تجي فرنسا والناس اللي وراء هذا التحريف هم الأتراك شوف يا ماكرو ولا عندك مشكلة مع الأتراك ريقليه وحدك معهم حينما عندنا حتى دخل الجزائر دولة سيدة في القرارة تنتحها وترفض أنك أو اللي غيرك يستعمل الجزائر يعني كالبينج بونج يعني بشي العم مع التراك ولا عندك مشكلة مع التراك روح شوف التراك وريقلي المشكلة مع التراك بحنا ما عندنا حتى علاقة أما كي تقول مشي غير حنا اللي استعمرنا الجزائر التراكة استعمرونا صنغينا فوق التراكة ما استعمروش الجزائر عمرها ما كان استعمار الجزائريين اللي يسقوا للتراكة باش يعاونوهم باش يخرجوا لإسبان من البخيزيد اللي كانوا كانت مدينة مهران مدينة الجزائر ومدينة بجاية كانت محتلة من طرف الإسبان قاعدوا يعني ستين سنوين كان حكمت على الأتراك صحيح من بعد الدولة الجزائرية كانت مستقلة الدولة الجزائرية كانت يعني تمضي معاهدات مضعت حتى معاهدات مع البلد دمتعك يا ماكرو مضعت معاهدات مع ألمانيا بدأت معاهدات مع المعلويات المتحدة دخلت في حروب مع عدة دول أوروبية يعني البلد اللي ما عندوش استقلال كيف هي دخل يعني في حروب مع عدة دول وكيف هي دير اتفاقية سلام مع بلدان خاصة بلدان أوروبية الأتراك عمرهم ما قتلوا عشر ملايين جزائري الأتراك عمرهم ما داروا في إبادة يعني جماعية في الجزائر أو إبادة دينية أو إبادة ثقافية بينما الفرنسي حبي يحول من الجزائر حبي يدير من الجزائر الفرنسي حاولت تقتلوا الهوية حاولت ترجعنا مسيحيين نسخي 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 لا تقلوا الهوية لا ترقا لا يتقلوا من الجزائر Chانسي دينية لتعطي السكري الدينية من الجزائر اقدم الأسران موسيقية . بل سänderية ولكن بعد المستقبل أ när القرن عرفي في العزديد من مقار Öyle د summbr نمتعلق اعطى في أحساب لمعارة وهو بالتابعة يس كذلك وليست وليست تحديد الوصحة و كل نحن و معنة ومع ربطة ومع وعنة ومع the turcs never tried to transform the algériens in turcs the turcs never never billion to pratique their religion or to try to convert to another religion the turcs never massacred d'une manière abominable 10 millions d'algériens donc votre comparaison relève de la pornographie historique monsieur Macron ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل فرنسا كانت الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية تمتد إلى توحيد نوميديا في 22 قبل الميلاد أيها الواقح سمحوا لي خاوتين اليوم ما رانيش ما رانيش نغوي لأن هذا الناس يعني ما يحشموش على كل على قولتكم أنا فرحان أنا فرحان لأن يعني كي تشوف عادة العدو نتاعك يهجمك معناها رانا نديروله ددي هذا ما كان والناس اللي تسبب يعني الحكام أنت تقول لك راكو تابعين ولاد فرنسا كستيغا الناس اللي تسببهم هكك هما ولاد فرنسا لأنهم لو كان كانوا ماشيينهم في الخط ماكرون عمره ما يهاجمهم هكك هل رئيس فرنسي يهاجم الجزائر في عهد بوتفريقة بهذا الحدة لا لا معناها سيتبون راهو يعني حقيقة في الطريق الصحيح ونحييك تحية عسكرية لك سيتبون نحييك يعني من كل من كل الأفوادي يعني بالتحركات نتاعك وواصل في هذا المنوال 46 مليون جزائر لهم وراك وواصل هكك لأنك حقيقة ما نقدروش نسمحو يعني أن هذا بسك هذي ما عنده حتى علاقة بالنظام يعني كي ماكرون يحكي على الشعب الجزائري يقول ما كانش يعني ما راكش تتكلم على كومو لابلي أراك تصف الشعب الجزائري والكلام نتاعك ما يمرش مرورك يرام وتأخذ التعديب نتاعك في الإلكسون يعني بعد يعني عندك عندنا في الجزائر كان في فرنسا 6 ملايين جزائري من بينهم 3 ملايين يقدروا يصوتوا في الرئاسية نتاعكم وهذا بإذن الله أنا جو موكو ينديروا حمرة بإذن الله باش نوري ولهم شكون تايا وما يحتى هذو هذو 3 ملايين ما يفوتوش عليك بإذن الله لأنك سبيت الشعب الجزائري سبيت كل الشعب الجزائري كي تقول ما كانش يعني on peut سبوز على كيش لإكزيستنس دي بل الجايا هذا كلام خاطير وغير مقبول غير مقبول غير مقبول يا ماكرون وتخلصوا يعني تخلصوا تخلصوا يعني كما نقول تخي 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 بيانتو وراء نكتفي بهذا القدر على الأمل اللي قام معاكم في فيديو جديد بالقاسم يحييكم تحيي الجزائر تحيي الجزائر تحيي الجزائر لمجدو الخلود يشوي دا أبرار السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة